حسن بن أبوظبي بارك الله فيه يسأل يقول ماذا نقول حين يأتي الحر حسن بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة لي الإنسان لا يقول شيء إذا جاء الحر أو جاء البرد ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل الحر يقول دعاء أو يقول ذكر أو يستعيذ ما في شيء من هذا القبيل وكذلك إذا دخل البرد ما عندنا أدعية ولا أوراد ولا أقوال حين دخول البرد وحين دخول الحر والله جل وعلا خلق هذه الدنيا وجعلها تتقلب بين هذه الفصول وهذه الأجواء حكمة منه ولذلك الإنسان لو بقي على حال واحدة لا أصابه الملل ولو بقي مثلا في البرد لا تنغصت عيشته ولو بقي في الحر لتنغصت عيشته ولو بقي في ما بينهما لتنغصت عيشته وطبيعة النفس البشرية ملولة ولذلك يقول الأول يتمنى المرء في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتاء أنكره فهو لا يرضى على حال واحدة قتل الإنسان ما أكفره وتشوف الناس الآن بعض الحيان يعني يقول متى يجي الحر إذا صار عنده طول البرد يقول متى يجي الصيف متى يجي الحر وإذا جاء الصيف قالوا متى يجي الشتاء ومتى يجي الربيع فهذه طبيعة الناس ولذلك الله يحفظك يبارك فيك ما عندنا دعاء ولا ورد ولا شيء يقوله الإنسان إذا دخل الحر أو دخل البرد وإنما يتعامل التعامل الشرعي يعني مثلا اتخاذ الأسباب استعمل الأسباب اللي تقيه الحر وتقيه البرد كذلك ينظر في الأمور الشرعية مثلا يعني مثلا إذا كان الحر شديد فيؤخر صلاة الظهر يؤخرون صلاة الظهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم كذلك يستثمر ليل الشتاء كما قال أبو هريرة ليل الشتاء ربيع المؤمن يقوم الليل ويقرأ القرآن ويستغفر الله وهكذا بارك الله فيك